موسيقى طيبة التعليمية مدرسة كل أسرة الحصة صبر والقصة نجاح وطمح ننشيل الأحلى صباح نبني وطن متعفي وصافي وخالفة مسكو نفراح وسلام محبة تنمية واستقرار سماح بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الطلاب العزاء داخل وخارج الوطن الحبيب نستعين بالله سبحانه وتعالى في البداية وفي النهاية للتوفيق في مادة الجغرافية والدراسات البية لنواصل عن حديث انقطع في الحصص المضط نواصل إن شاء الله لأهم الدروس عندي في الجغرافية الاقتصادية ودرس مهم بمكان جدا للطالق لأنه بتحدث عن الصناعات والصناعة وهي أساس اقتصاد هذا العديد من الدول العالم المتقدمة والدول النامية التي هي في حالة تعتنشوب وتطور مثل كلمة دول النامية الأسيوية عانكم الله وعان لأداء هذا العمل ونلتقي في السبورة ونوضح بإذن الله تعالى وكلمة بسم الله نتكلم عن مادة جغرافية في جزئية الصناعة جزئية الصناعة طيب عندي العنوان بتاعي طبعا خاص بجغرافية الصناعة جغرافية الصناعة أو جغرافية الصناعة ونعي لكلمة بتاع الصناعة ما المخصوط بلفظ الصناعة نخش طوال في درسنا كلمة الصناعة عشان نكسب الزمن عندي كلمة الصناعة تعني الصناعة هزاتة تعني تعني التحويل ركز شوية تعني تحويل المادة الخام الأولية تعني تحويل المادة الخام الأولية كليا أي تحويل كليا أو جسئيا تحويل كليا أو جسئيا يعني أنا قد تحول المادة الخام المادة الخام الأولية يا تحويل كلي يا تحويل وين جسئي لو قال الطالب مثل لصناعة كلية مثل لصناعة جسئية اخذ المعلومة سريع صناعة كلية صناعة السيارات صناعة السيارات صناعة الطائرات صناعة السكك الحديدية وغيرها من الصناعات السغيلة على مستوى العالم الصناعة الجسئية تضم صلى عن نبي صناعة القز والنسيج وهي صناعة جسئية ليه أساس صناعة جسئية لأن القطن هو ذاته أساس هذه الصناعة وهو مادة خام نصف مصنعة القطن مادة خام نصف مصنعة ابقى الصناعة تحميل المادة الخامة الأولية كلياً أو جسئية مثل الصناعة كلية صناعة السيارات الطائرات السكة الحديدية صناعة جسئية صناعة القز والنسيج لأنه هي أساس صناعة القط أو بيحتمد على مادة خام قط طيب المصطلح رغم اتنين عندي مصطلح كلمة القيمة المضافة حتى نوليك أهم المصطلحات الممكن تكون موضع أسئلة في الامتحانات في جغرافية الصناعة عشان نوفل الطالب مجهود كبير في الصناعة عندي كلمة القيمة المضافة فما المقصود بكلمة القيفة المضافة؟ القيمة المضافة مثلا طبشير ده الطبشير هو أساسا مصنع يفترض قبل ما ودي السوق أشوف المادة الخام العمل نباة الطبشير ده كلفت كم والطاقة الاستخدمناها في الانتاج لكي تصبح طبشير قيمة كم بعد شوية نخشتها لأرباح نخذ فايدة السوق للمنتج ابقى القيمة المضافة تعني قيمة المنتجات تعني قيمة المنتجات قبل طرحها في الأسواق منقوص منها المادة الخام والطاقة التي استخدمت في الانتاج ده كلمة القيمة المضافة تعني قيمة المنتجات قبل طرحها في الأسواق منقوص منها المادة الخام والطاقة المستخدمة في الانتاج ده كلمة القيمة يا تاه المضافة مصطلح مهم جدا للطال ابقى القيمة المضافة تعني قيمة تعني قيمة المنتجات قبل طرحها في الأسواق منقص منها منقص منها منقص منها المادة الخام والطاقة المستخدمة في الإنتاج ركز حبة ركز حبة وركز لهم العبارات عندي ملحوظة أساس ملحوظة بتقول لي شنو بتقول لي بلقت على العبارة كويس بلقت القيمة المضافة في كوريا خمسة وخمسين مليار دولار أما في ألمانيا 311 مليار دولار القيمة المضافة يعني بلق دخل كوريا من الصناعة كقيمة مضافة خمسة وخمسين مليار دولار كما بلقت القيمة المضافة في دولة ألمانيا 311 مليار دولار راحز للرغم كويس 311 اقلب لك 131 اقلب لك 113 خليك طالب واعي مدرك لكل تجاوزات أسئلة امتحان الشهادة السودانية طيب دي القيمة المضافة المنحوظة والمعلومة المهمة عندي بما يخص الصناعة يا أستاذ قال مخترة معينة قال انتاج ألمانيا انتاج ألمانيا انتاج ألمانيا الصناعي يفوق انتاج ألمانيا الصناعي يفوق الدول النامية مجتمعة وطبعا هنا السؤال بيكفي على ما صح وخطأ يفوق انتج ألمانيا الدول النمية في الصناعة مجتمعة وما هي الدول النمية أفريقيا آسيا أمريكا الجنوبية طيب دي بما يخص ألمانيا أمشي للمصطلح التالت عندي مصطلح اسمه النمور الأسيوية أهم المصطلحات الخاصة بالصناعة أي طالب امتلك المعلومة صح امتحانات مغبلين على جامعة النمور الأسيوية معروف غيمة الشهادة السودانية على مستوى الأسر أو على مستوى الجامعات ركز شوية شيل المعلومات سريع نفس في الامتحان كلمة النمور الأسيوية أول سؤال هات رحوا في النمور الأسيوية لماذا سميت بهذا الاسم لقوتها الاقتصادية لقوتها الاقتصادية وما المقصود بكلمة نمور الأسيوية يا أستاذ هي دول تطورت حديثا في الصناعة في قارة آسيا سميت بالنمور نتيجة لأنها نشرت في مجال الصناعة الحديثة التصنيع الحديثة التصنيع ديني مورياتا وأسيوية هي الدول حديثة التصنيع فقارة آسيا فقارة آسيا فقارة آسيا فقارة آسيا تشمل منيه أساس الصين كوريا ماليزيا سنغو فورا خمسطاشر دولة من النموريات الأسيو ده نموذي لتلك الدول نموذي لتلك الدول أمشي للمصطلح الثالث اللي هو مصطلح المجتمع الصناعي كلمة المجتمع المجتمع الصناعي المجتمع الصناعي شنه يعني كلمة مجتمع صناعي مجتمع صناعي مجموعة من الأفراد مجموعة من الأفراد تعيش في المدينة مجموعة من الأفراد تعيش في المدينة تعمل بالصناعة والخدمات بدخل مرتفع بدخل مرتفع بدخل مرتفع يتميز بصغر حجم الأسرة بصغر حجم الأسرة ده المجتمع الصناعي هو مجموعة من الأفراد مجموعة من الأفراد تعيشوا في المدينة وتعمل بالصناعة والخدمات بدخل مرتفع بدخل مرتفع ويتميز بصغر حجم الأسرة ويتميز بصغر حجم الأسرة بصغر حجم الأسرة بصغر حجم الأسرة يتعرف المجتمع شنو الصناعي على المصطلح الأول الصناع على المصطلح الثانيين قيمة المضافة المصطلح ثلاثة النمورة السوية المصطلح أربعة المجتمع الصناعي طيب أرجع للنقطة تانية سؤال مهم جدا بداية الكتاب بتاع الجغرافية في جغرافية الصناعة مباشرة قال الطالب أكمل الفراقات ركز معاي شاق قال لي أهم النقاط في هذه الجزئين أهم النقاط يا أستاذ قال قد أسهمت ركز شوية قد أسهمت الصناعة بمعظم بمعظم الانتاج في أوائل الغرن وقد بلغه انتاج سلس سلس الانتاج في أواص القرن قد أسهمت الصناعة بمعظم الانتاج الصناعي قد أسهمت الصناعة بمعظم الانتاج الصناعي بمعظم الانتاج الصناعي بمعظم الانتاج الصناعي في أوائل القرن التسع عشر تزع عشر يعني رياضيا تزع عشر وقد بلق إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية سلسل إنتاج العالمي واحد على الثلاثة سلسل إنتاج العالمي في أواصل القرن العشرين نقطة مهمة منقول نصا من كتابة جغرافي قد أسمت الصناعة بمعظم بمعظم الإنتاج الصناعي في أوائل القرن التسع عشر وقد بلق إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية سلسل إنتاج العالمي في أواصل القرن العشرين طيب عندي عنوان في كتابة جغرافيا اسم الإنتاج الصناعي عنوان يسمى بكلمة الإنتاج الصناعي ركز العبارات أناقش معك للمرة الثانية أهم النقاط العنوان اسم الإنتاج الصناعي وبما يخص الإنتاج الصناعي قال ليه تم تكسيم العالم تم تكسيم العالم إلى ثلاثة مجموعات كم مجموعات الساس؟ ثلاثة مجموعات حسب إيه؟ حسب حسب الإنتاج الصناعي حسب الإنتاج إيه؟ الصناعي طيب ماشي كويس على الساس تعشف معاي اسم المجموعة اسمي وين المجموعة دول على المجموعة أهم مصناعات لكل مجموعة وده كلام في الكتاب بتاقي كلام مالو في الكتاب بتاقي كلام مجهجة يعني في الكتاب حتلقمه بأحسن لكن أنا كتلخصك تلك يا طالب بجمعه لك في شكل بتاعة دول زي ما ده سو قال في الأنماط الزراعية وده عددت الأزلة في الأنماط الزراعية طيب يا أساس اسم المجموعة دول المجموعة أهم الصناعات ركز حابة طيب المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الأولى المجموعة الأولى يا أستاذ دول شمال العالم وطورة بالدول القنية الله أني ربنا الدول الغنية دول الشمال العالم الدول الغنية أي الدول ذات الاقتصاد العالي وده تضم دول المعينة دول التي تقع الشمال العالم مثل تلك الدول اليابان تقع في شمال العالم هي أسيوية لكن من العالم الأول يابان نتيجة التطور الصناعي الذي أصابه طيب اليابان دولة كندا أيضا من دول العالم الأول دول قرب أوروبا دول قرب أوروبا 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 من العالم الأول النقطة التالتة الولايات المتحدة الأمريكية من الدول العالم الأول دول الشمال العالم عندي أساس روسيا الاتحادية روسيا الاتحادية أيضا من دول العالم الأول دي المجموعة الأولى أهم الصناعات ما فيش صناعات بتاعت مواد غزائية هنا يا أساس لا طحنية لا بس كوي صناعات صغيرة طائرات سكك حديدية سهل أهم الصناعات الطائرات السيارات الأوالات كله آت 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 طائرات سيارات طائرات سيارات سفن سكك حديدية قاطرات كله آت 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 دي المجموعة كمي أساس الأولى شمال العالم غنية يابان كندا دول قرب أوروبا ولاية المتحدة روسيا اتحادية أهم الصناعات طائرات سيارات آلات سفن سكك حديدية قاطرات دي المجموعة الثانية المجموعة الثانية دي المجموعة الثانية اللي هي تقرب بكلمة النمور الأسيوية تقرب بلفز كلمة النمور الأسيوية النمور الأسيوية أو بما تسمى بن غسين الدول الحديثة التصنيع دول حديثة التصنيع اللي هي الدول المعروفة فيها وين؟ الصين كوريا ماليزيا سنقافورة أهم الصناعات في هذه المؤسسة ما هي الصناعات في هذه الدول؟ الصناعات الإلكترونية الصناعات الإلكترونية الإلكترونية والهندسية والهندسية والكهربائية دي المجموعة الثانية دي المجموعة الثانية جينا للمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة دين نحن ناس منو ناس أفريغيا الناس أمريكية جنوبية ما نقول الدول الناس كنت سايا نمشي قدام ما نقول الدول لكن صناعات تشنو صناعات تحويلية أخذ بذلك صناعة المواد صناعة المواد الغذائية بس ده همنا صناعة المواد الغذائية تحويلية نمشي قدام يا أستاذ ده جدوى ليخص لإنتاج الصناع على مستوى العالم تم تكسيم العالم إلى ثلاثة مجموعات حسب الإنتاج الصناعي تم تكسيم العالم حسب الإنتاج الصناع إلى ثلاثة مجموعات اسم المجموعة دول المجموعة أهم الصناعات ركز تغذية راجعة دول الشمال العالم القانية اليابان كندا دول قرب أوروبا الولايات روسيا طائرات سيارات آلات سفن سكك حديدية قاطرات مجموعة الثانية نمورة أسيوية دول حدثة التصنيع الصين كوريا ماليزيا سنغافورة 15 دولة من نمورة أسيوية الصين الصناعات الموجودة فيها صناعات الإلكترونية هندسية كوربائية مجموعة الثالثة أفريغيا آسيا سري أفريغيا أمريكا جنوبية صناعات تحويلية صناعات تحويلية أي أخص بذلك صناعة المواد الغذائية على مستوى العالم صناعات غذائية على مستوى وين العالم أرجع للجانب التاني وواصل في بداية الحصة طيب يا أستاذ بما يخص الانتاجات الصناعي على مستوى العالم الانتاج الصناعي على مستوى العالم طيب يا أستاذ بما يخص الانتاج الصناعي على مستوى العالم أخش لجانب تاني جزئية مهمة حاجة أصيما التوطن استقرار ستال منت التوطن الصلاعي التوطن الصناعي بس ما كتير جدا بيقول الطالب عرف كلمة التوطن الصناعي شن يعني توطن استقرار تمانينة في الصناعي يا أستاذ وما هي مقاومات التطور أو التوطن رأسمال عد عاملة أسواق نقل مدخام طاقة يصيبني توطن توطن استقرار طيب بيقول الطالب عرف كلمة التوطن إيه بقى التوطن هو عوامل تساعد على استقرار الصناعي الدنيا مزج لتلك العوامل التي تساعد على التوطن الصناعي النقل الأسواق المد الخام الطاقة الأيد العاملة عوامل توطن وين الصناعي رأسمال 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 امتحان الفن وخمسة قال الطالب وضح دور النقل ورأسمال في التوطن الصناعي يا أخي وريني النقل ده كيف بيساعد في التوطن استقرار الصناعي وضح أفصح أشرح الأسواق كذلك المادة الخام كذلك الطاقة كذلك الأيد العاملة كذلك أمسك واحد واحد بالتفصيل صلى على النبي عندك المتوين النقل حقوش شنو في النقل او اللي تحت نقل صناعه تحت شنو الصناعه لوسائل النقل حديثة ليه ليه دعنا وسائل النقل الحديثة ما هو العلة ما هي السبب للحصول على المادة الخام صح إلا بوسائل النقل المادة الخام وتوصيل العمال هاي هجوه كيف يعني المادة الخام توصيل وين العمال المادة الخام توصيل وين وتصريف وتصريف الإنتاج يبقى النقل مهم ولا ما مهم مهم يساعد على التوطن هاي يساعد على التوطن لثلاث حالات الحالة الأولى الحصول على المادة الخام محتاج وسائل النقل توصيل العمال محتاج وسائل النقل تصريف الإنتاج محتاج وسائل النقل أخذ النقطة اثنين الأسواق 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 وهي علة لأي دولة اختصادية الأسواق علة لأي دولة اختصادية إذا كان نصطل ميت فوشنو مارك إذا كان الأسواق قير مستغرة فهناك زعزع اقتصادي لأي دولة الأسواق ماهن معنى كلمة الأسواق وماهن دورنا في التطوى التوطن الصناعي حقول تحتاج تحتاج الصناعة تحتاج الصناعة إلى أسواق إلى أسواق إلى أسواق داخليا داخليا أو خارجيا داخليا أو خارجيا المادة الخام المادة الخام المادة الخام محتاجة لأصناعة برضو بقول تحت تحتاج الصناعة لماذا؟ لمادة خام والأصل في المادة الخام الأصل في المادة الخام معدنية زراعية مائية دي الأصل في أي مادة خام على مستوى العالم يا معدنية يا زراعية يا مائية أمشي وين الأيدي العاملة وأي صناعة في الدنيا أي صناعة في الدنيا محتاجة لأيدي عاملة أيدي عاملة أيدي إيه؟ عاملة أيدي عاملة أيدي عاملة أيدي عاملة والأيدي العاملة أيدي عاملة تكون إيه؟ مهرة أي صناعة محتاجة لأي دعم لمهرة وذات خبرة فنية عالية خاصة صناعة المعقدة مصد صناعة السعاد صناعة إيه؟ السعاد أي صناعة في الدنيا محتاجة لرأس مال ابقى حقول تحتاج الصناعة تحتاج الصناعة إلى رؤوس أموال له لشراء الآلات الصناعية والحصول على المادة الخام ودفعه جور العمال طلاب العزاء نلتقي إن شاء الله في الحصص القادمة لمواصلة مادة الجغرافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحصص صبر والقصة نجاح وطموح منشيل الأحلى صباح نبنيه وطن متعافي وصافي وخالفة المسكو نفراح وسلام ومحبة وتنمية واستقرار وسماح ترجمة نانسي قنقر طيبة تعليمية مدرسة كل أسرة ترجمة نانسي قنقر